إلى نقاشنا مع ضيفي في الهوستوديو أستاذ حسين ببطينا الأمين العام للوكالة الوطنية لتقية التجارة الخارجية الجيكس أهلا بكم أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة مرحبا إذن نتحدث عن قضية التي طارت جدل مؤخرا وهي قضية إعادة إرجاع منتجات فلاحية تم تصديرها من الجزائر نحو دول أوروبية على غيرار كندا وروسيا طارت جدلا كبيرا بالأمس وزارة الفلاحة أكدت أنه لا علاقة لإحترام أو عدم إحترام معايير الصحة النباتية بإعادة إرجاعها وأن الأمر يعود إلى ظروف التي تم فيها تصدير هذه المنتجات الفلاحية ما قبلكم سيد ببطينا نعم نأكد بأن الأسباب التي خلت هذا الشحن من صدرات جزائر ترجع ليست لأسباب متابقة أو أسباب خاصة بنوعية المنتج وإنما لبعض الظروف ولبعض شروط التصدير لبعض المتعاملين اقتصادين المصدرين لا يرعيش المقاييس المطلوبة في النقل في الحاويات في التخزين وكذلك في سلسلة التبريد التي هي مهمة بالنسبة للمنتجات الفلاحية قبل أن نفصل في القضية أريد أن السيد وزير التجارة أعطى تعليمات صارمة رأى هو يتابع في هذه القضية لأنها قضية مفتعلة تمثل مصالح التجارية للجزائر على المستوى الدولي كذلك وقعت بلبلة في الرأي العام لأن هذه المعلومة هي معلومة مغلوطة ليس لها أساس من الصحة لأن المراقبات الصحية النباتية كل شحنة خرج من الجزائر ترافقها شهادة بتاع المراقبة الصحية النباتية لتثبت بأن هذا المنتج مهما كانت الوجهة التي رأيح لها والسوق التي رأيح لها هو صالح للاستهلاك البشري وإذن القضية قضية منضخمة ويعني بكل صراحة بعض المصدرين الجزائريين ليس لديهم مهنية كبيرة لمازال ما تأقلموش مع المتطلبات الصارمة للأسواق الدولية في بعض الأحيان بعتوا شحنات في ظروف غير ملائمة وهذا هو المشكلة التي يقع وهنا يطرح التساول حول كيف يتم تصدير منتجات فلاحية جزائرية يعني هنا تضر كما قلت بالمسالح التجارية الخارجية للجزائر يعني كيف يتم سماح بتصدير منتجات دون مراقبة ظروف تصديرها في الحقيقة عمليات التصدير هي عملية خاصة بمؤسسات التي تصدر وعمليات المراقبة وعمليات التكفل بكل العملية من ناحية التقنية أو من ناحية الجودة أو كذا فهذه صاحب الشركة المصدرة أو المصدر هو التي تكفل بها فبالنسبة عند العبور الجمهوركي يعني الرقابة تكون رقابة عامة على الوتائق على السلع أنها يعني السلع اللي مصرح بها ولكن الدولة الجزائرية ما تفرج الرقابة حول الشروط المتعامل الاقتصادي التفقى لها مع الزبون تعوف في الخارج فإذن هي عمليات خاصة المتعامل الاقتصادي ولكن بالنسبة لوزارة التجارة وبالنسبة لوكالة الوطنية التركية التجارة الخارجية فهناك يعني توجيهات هناك إرشاد هناك يقظة تجارية نقوم بها من التوجيهات للمصدرين باش يتعاملوا بالكيفية المطلوبة مع الأسواق الدولية قلتم بأن الجزائر لا تفرج ضرب مراقبة على شروط التي يتم فيها تصدير لكن الجزائر تخذت عدة إجراءات واليوم تعاول على تنويع صادراتها خارج المحروقات أليس من المفروض أن يكون فيه تدبير ومراقبة وشروط يعني حتى نضمن ظروف جيدة للتصدير وفي المقابل حماية سمعة المنتوج الجزائري لا لما قلت أنه مفيش رقبة قلت أن المتعاملين الاقتصاديين هم اللي صهروا على أن تكون الشحنات اللي يرسلوها للخارج متابقة لما تتطلبه الأسواق الدولية من ناحية أخرى طبعا الدولة وضعت كل الإمكانات وكل التحفيزات وكل المساعدات لتشجيع التصدير بما فيها المساعدات المالية بالنسبة لتكاليف النقل بالنسبة لكل الخدمات اللي ممكن ترافق عملية التصدير وهذا من أجل الصهر على نوعية وجودة عمليات التصدير ولكن في بعض الأحيان توقع اختلالات من طرف بعض المصدرين لما يرعيوش الشروط والظروف اللي تتطلبها عملية التصدير ممتازة أنتم على مستوى الوكالة الوطنية لتقية التجارة الخارجية ربما ما هي الإجراءات التي تتخذونها أو مساعدات التي تقدمونها للمصدر الجزائري قلتم بأن المصدر الجزائري أحيان لا يملك ربما إمكانات لازمة أو لا يفقه في شروط والمعايير الدولية المعتمدة في التصدير نعم لأنه بكل موضوعية وبكل صراحة اليوم التصدير في الجزائر وفي بداية مشواره ولهذا هناك مبتدئين في عملية التصدير فيه ناس اللي ربما يصدروا منذ عشرين سنة يعني بصفة يعني اللي تتلائم تماما مع المتطلبات في الخارج وهذه الناس عمرهم إلى الشحن التعامل مع عودة ولات أو النوعية تلك المنتجات اللي يرسلوها قالوا لهم ما هيش مليحة أو كذا ولهذا فإحنا نتعامل مع هذه المبتدئين في ميدان تصدير نقدم لهم إرشادات نقدم لهم توجيهات نعطيهم معلومات حول الأسواق حول متطلبات الأسواق حول المقاييس والمعايير التي تتطلبها هذه الأسواق منها معايير حتى في المنتجات في الامبلاج للنورم تكنيك التغييرات اللي ممكن توقع في السوق حول المنتجات الموجهة لهذه الأسواق إلى غير ذلك من الأرشادات وإحنا رأنا في اتصال تقريبا يومي مع المصدرين لتكفل بهذا الانشغال التعامل ولمساعدتهم على أن يكونوا في المستوى وعلى باش ما يقع لهم شهاد النوع من المشاكل تا يرجع سلعا أو حج السلاع ولكن القضية كما قلت هي قضية تجارية محضة لا علاقة لها بالبراقبة أو بالصحة النباتية لكن مثل هكذا ربما خلل يقدر يأثر على صورة الجزائر وأيضا على سمعة المنتج الجزائري خاصة من القضية أخذات برد دولي أن منتجات فلاحية جزائرية تصل يعني غاية صالحة الاستهلاك إلى دول أخرى هي نقول لك بكل صراحة المنتجات الفلاحية الجزائر معروفة دوليا بجودتها معروفة بأنها بيو معروفة حتى بتنافسيتها في هذه الأسواق اليوم بكل صراحة كان حروب تجارية لراهي واقعة الجزائر بدأت تدخل للأسواق بدأت تفرض نفسها المنتج الجزائر بدأت تفرض نفسها بدأت تكسب التنافسية ولهذا فلربما عرقلت مصالح بعض الأطراف المنافسة في الخارج وأنتم تعلمون أن الأسواق فيها لوبيات فيها يعني تعاملات في بعض الحياة المشبوهة يعني لما تكون التنافسية بالد قوية اليوم الحمد لله الجزائر دخلت بقوة بدأت تدخل بقوة هذه الأسواق ولهذا فبعض الأطراف ربما هي اللي كبرت هذه القضية اللي هي قضية لا تستحق كل هذا الكلام الكثير ممتازة في هذه الحالة ربما تؤكدون أنتم أو تؤيدون فرضية أنه لوبيات وراء ربما إفشان مساعي الجزائر اقتحام الأسواق الدولية نحن نقول نفترض ممكن تكون من بين هذه الأسباب يعني لوبيات ولكن نحن نعلم بأن في التجارة الدولية والتعاملات التجارية على المستوى الدولي هناك أمور قد تقع وتستغلها أطراف من أجل ضرب تنافسية بلد ولكن أظن أن هذه القضية لم تؤثر ولن تؤثر على المنتجات الجزائرية على جودتها وعلى سمعتها التي تسبتها في الأسواق سواء كانت الأسواق الأوروبية أو أسواق الخليج وهذا بشهادة المصدرين لكن ربما استغلت هذه الحادثة خاصة أن وزاعة الفلاحة بالأمس أكدت أنها لم تستلم أي مذكرة ولم تستلم أي شكوة رسمية من أي دولة تم تصدير إليها منتجات فلاحية وقال بأنه لما قاموا بالبحث وجدوا بأنه مادة التمر يعني كمية من التمر تم تصديرها شهر نوفمبر من السنة الفارطة ولماذا أطرت هذا الجدل؟ هل هذا راجع ربما لهذه الفترة التي منعت فيها الجزائر أكثر من 800 مادة من الاستيراد؟ الآن كل الفرضيات ممكنة ممكن نفترض أنها طبعا السياسة التجارية للجزائر اليوم لربما أطرت على مصالح بعض الأطراف التي اليوم تحاول تقوم بها هذه العمليات لتأثير على الصادرات الجزائر خاصة أنه أن اليوم الجزائر ستنشئ في مشروع استراتيجية وطنية للتصدير حيث الدولة ستضع كل الإمكانات وتوفر كل شرط من أجل أن الجزائر تصبح دولة مصدرة كبيرة خاصة في ميدان الفلاحي إن شاء الله تقولون بأنه في استراتيجية للتصدير ستضع حدا لللوبيات التي تسعى لا إفشان ما سعيها لأخول السوق العالمية طبعا هذه الاستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب منها جانب ديبلوماسية تجارية التي هي الآن موجودة ولكن تحتاج إلى تطوير أكبر ممتازة هل لديكم ربما تفاصيل عن هذه الاستراتيجية التي ستعتمدها للجزائر؟ الاستراتيجية هذه فيها اختيار بعض القطاعات التي عندها تنافسية والتي ممكن بسرعة ندخل بها إلى الأسواق الدولية ومنها طبعا القطاع الفلاحي الذي فيه اليوم وبرهن بأن هناك إمكانيات كبيرة التي ممكن تخلي الجزائر المدى المتوسط تلحق إلى نصف مليار أو مليار دولار صادرات خلال السنة وهل تتوقعون نجاح هذه الاستراتيجية خاصة أن خبراء يقولون بأنه في ضعف الاستراتيجية الحالية في التصدير خاصة أنه عمل التصدير يجب أن لا تكون موسمية فقط يعني الوفرة من المنتجات يتم تصديرها وإنما تكون على مدار السنة نعم وفي الشعب التي تحديد يجب تحديد الشعب ويجب أن تكون موسمية وليس فقط ضرفية نعم يعني من بين التوصيات التي خلصت بها الجلسات الوطنية للفلاحة يجب أن تصدير لابد من تكون إنتاج بوجه للتصدير وفي الأيام الماضية كان اجتماع ترأس سيد وزير التجارة وبحضور كذلك وزير الفلاحة لخصصة لتطوير الصادرات الفلاحية وأساساً تخصيص إنتاج فلاحي موجه للتصدير اللي يكون فيه كل المقاييس ويكون عنده تنافسية ويكون عنده دعم ويتمكن من دخول يعني الأسواق الدولية مهه متأسا إذن الجزائر ماضية في مسعها لتنويع الصادرات خارج المحلوقات واقتحام الأسواق العالمية وأكتم ذلك من خلال الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتصديرها حتى تكون تضمن هذا المسعب لكن خبراء يقولون أنه في عرقين لوجستيكية تحول دون تجسيد هذا أو هذا المسعب هذه الاستراتيجية فيها جانب مهم فيها محور أساسي ومهم اللي هو الجانب اللوجستي فيها يعني أخذت بعين اعتبار كل هذه الجوانب وهذه الاستراتيجية هي اللي راح توضع الأساس لهذه السياسة الجديدة لتتكفل بكل الجوانب سواء كانت الجوانب اللوجستية أو الجوانب التقنية أو جوانب الاستثمار أو جوانب حتى جوانب الترويج وكيفيات الدخول إلى الأسواق يعني كل هذه الأمور ستأخذها بين اعتبار طبعا الاستراتيجية الوطنية لتصدير ممتازة لنتحدث ربما عن الجانب اللوجستيكي الذي لابد أن تراعيه الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتصديرها خاصة ربما بالنظر إلى النقائص التي يعاني منها هذا النشاط نشاط تجارة الخارجية وتصدير اليوم الجانب اللوجستير هو يعني متكفل به أولا لكن قلتم بأنه اليوم ما فيش رقابة على عملية التصدير لا شوفي والظروف التي يصدر فيها المصدر المحلي في التجارة الدولية الصادرات بتاع كل دول الرقابة عليها تكون رقابة محدودة الرقابة تكون رقابة محدودة لأن اللي يبيع اللي يصدر هو اللي يصهر على أن تكون سلعة سلعته يعني متابقة لما اتفق عليه مع الزبون في الخارج فبالنسبة للرقابة اللي موجودة هي رقابة من ناحية القوانين من ناحية وليس من النواحي التقنية ومن نواحي تاع الجودة أو في عملية تصدير الهيئات الرسمية لا تطلب ولا شهادة للجودة أو إلا شهادة الشهادة الصحية اللي هي ترافق بالنسبة لمنتجات أكيد الفلاحية فإذن القضية ماهيش قضية أنه ما فيهش رقابة هنا في الجزائر كل الدول كل الدول في بعض الحيان نحن هنا في الجزائر تلحقنا بعض السلع اللي هي فاسدة واللي الجزائر ترجعها النساء اللي يقولك لما الدولة اللي بعثتها ما راقبتها لأن في التعاملات الدولية أو في التعاملات التجارة الدولية الدول المستوردة هي اللي تراقب عند دخول السلع إلى بلدها. والدول المصدرة تراقب من الجوانب القانونية والإجراءات المتابقة الإجراءات إلى غير ذلك. هذه هي يعني الآن بالنسبة للجوانب اللوجستية. لكن بالنظر النقائص التي يعنيها هذا المشاطة والقطاع في الوقت الرهين. ما هي أهم النقائص التي ترونها أنتم ضرورية لاستدراكها في المرحلة القادمة؟ طبعا الآن هناك مشاريع لإنشاء ما يسمى بلاتفورم لوجستيك اللي رايحة تتكفل بكل العملية التي تطلب عملية التصدير سواء كان توضيب كانت تكييف المنتجات تغليفها تغليفها كما تتطلبه الأسواق الموجهة إليها. فهذا يعني نوع من الإجراءات اللي ممكن رايحة تسهل هاد عملية التصدير من ناحية اللوجستية. كذلك هناك لقد فتح مجال الاستثمار بالنسبة للنقل البحري والجوي للبضائع للخواص فتح الدولة مجال الاستثمار واليوم هناك بعض المستمارين الجزائريين اللي بدأوا يخدموا في هذا المجال. كذلك بالنسبة لل لوجستيك أو حتى بعض المطارات اللي هي داخل الوطن مثلا على مستوى مطار الواد يعني هناك هياكل جهزة من غرف تبريد من أماكن لطوضيب المنتجات اللي موجهة لتصدير. هذه تعتبر أمور لوجستية مهمة بالنسبة لتصدير واللي الدولة اليوم ستصار على يعني توفيرها في كل المواني وفي كل المطارات وكذلك إنشاء كما قلت لك مناطق اللي هي تكون دي بول لوجستيك ودي بلاتفورم لوجستيك كما هو الحال بالنسبة للمشروع اللي راح ندار فيها من رأس اللي راح تكون فيها بلاتفورم لوجستيك كبيرة لتصدير نحو فريقيا إن شاء الله بالتوفيق شكرا جزيلا لكم أستاذ حسين بوبطين الأمين العام للوكال الوطني لترقية التجارة الخارجية شكرا جزيلا لكم يومكم وفق شكرا